دكتور إبراهيم الإبراشي أستاذ ورئيس قسم السكر والغدد الصماء وقسم الأمراض البطنة كلية طب جامعة القاهرة هنتكلم على انخفاض مستوى السكر في الدم وكل طبيب ومريض نوع تاني من السكر أو أي مريض من نوع السكر أسوأ حاجة عنده تعرضه لمستوى انخفاضي في السكر في الدم انخفاض السكر في الدم بيبقى أساسا مرتبط بعدم توافق ما بين جرعة العلاج اللي أخذها المريض والمعادل الغذاء أو الوجبات الحركة العضلية وتغيرات في اليومية بتاعته اللي غير طبعية لا بد أن الطبيب يعلم المريض كيفية التعامل مع انخفاض السكر أولهم الأعراض إزاي يحس إن فيه انخفاض في مستوى السكر في الدم رعشة في الأطراف ضربات في القلب سريعة برودة عرق سائع كل ده تؤدي صداع كل ده إحساس بالجوع كل ده يؤدي إلى أننا عندي احتمال يكون فيه انخفاض مستوى السكر في الدم إذا كان عنده جهاز سكر في متناول يده في هذا الوقت يتم إجراء تحليل ولو كان السكر أقل من سبعين يأخذ سكريات مباشرة إذا لم يتوفر جهاز تحليل السكر في هذا الوقت يتعامل أكدناها انخفاض مستوى السكر في الدم الأهم شيء إن منعها عشان هي دي اللي تؤدي إلى موضعفات في مستوى السكر انخفاضه يؤدي إلى مشاكل مع المخ ومشاكل مع القلب وبالتالي لا بد أن يكون هناك توعية كاملة من الطبيب للمريض على الإحساس من انخفاض السكر وتجنب حدوث الانخفاض أدواء الجديدة معزمها تؤدي إلى أخفض معدل إصابة من انخفاض السكر في مريض السكر وإن لا بد أن المريض يكون عنده توازن ما بين جرعات العلاج مع الحركة العضلية المنتظمة مع النظام الغذائي ولا يفقد أي وجبات من وجباته التي باتفق معها مع الطبيب وشكرا